موسيقى شافوا واحد صورة ديالي فيامة 16 بونس لابس البلوزة ديال البلوك ودخلوا الناس يقولوا تسحبوا طبيب مرغم أنني وضحت بزاف ديال المرات بزاف ديال الخارجية الإعلامية أنني ماشي طبيب درس التمريد ورغم ذلك الناس يكتبوا الطبيب وباقي يقولوا الطبيب دونك الناس يقولوا دكشي لكي روقهم ما ينكش تفرض عليهم شي حاجة موسيقى الموسيقى هي واحد الكاس شوف اي ما تكون ذاهرة من شرارة حرام و حلال شوف اي يمكنك الوصاق بالنسبة للس paff يمكنك الوصول على الحوايج الخيئين يمكنك التعمل على الحوايج الخايفين و دمتك هذا ليس من الموسيقى تعريبها بخبشك لا يستمر في اي مهنة لا ترى ما اختارتي و ما تبعتي و ما تفين مشيتي بحكم أنني كنغني بزاف دي الأنواع و بحكم أنني اشتغلت في بلاس بزاف دي المناطق السياحية شوفي الأغنية الخليجية فيها الفلوس على الشعبي إذا جينا نهضروا بهذا المنطق دي للشعبي نتمنى الناس يأخذوا هذه المسألة بمنطقية يعني تالأغنية الخليجية فيها الفلوس ما هي العيطة؟ العيطة هي شيء مهم العيطة فيها صعوبة و مركب هذا الشيء لنستعرض العضلات على ناس العراق يغنينا، اللبنان يغنينا، المصري يغنينا لذلك تأممتين سيغنون بحاجة تغني لهم هذه كتبية لهم ليست تفنيا مما لو كانت تعطي ذلك الشيء لك لما سيعرفون لي نهائيا و لا سيضعوا في بارتسيون ولا سيدي شفريه لذلك هذا الشيء لنستعرض بها في موروطنا الفني و في موروطنا التقافي و بحكم أنني من مدينة آسفي من بعض العيطة، يجب أن أغني العيطة إذا لم أغنيتها، يكون عندي حب لها على الأقل شاكيرا، أنا كان عرفها سافيرونطن هذي زي ما وقت كثير ما كيفاش جات الفكرة أنا كان عندي كلها دنسوز كتدر سيل كينا واحد دنسوز كتدر تشتح بالشماع شاكيرا، كينا واحد دنسوز روسيا كينا عندي واحد البرازيلية كتدر واحد الشو بالعافية على حسب الناس الشي طلبو، الشي طلبو كتر شاكيرا تاني، علش استمرين بزاف عند واحد لغة أكاديمية للتواصل لغة موسيقية كنت تفاهمو دغيا، ما غاديش نلقى معها صعوبات غادي نقول لعرها، إيقاع لي غادي ندير، عاشنو غادي ندير دونك كين واحد، شو نقول لك؟ الرابط ديل التواصل اللي و سريعا للدرجة من اللي كنت تفاهمو غيب العينين نقول لك واحد الحاجة، هو بالنسبة للفيديو واللي خلق الجدل من ذاك الفيديو حنا عرفنا شو فيك، أنا غادي تزوميلي على واحد البارتي من البوضي ديلي غادي تبان أوفر كل شي كيشطح في المغاربة، ما كيشن ما كيشطحش لرجال لعيالات اللي ما كتشطحش وكتديرات ما جاي يتضبر على رجل يكدب عليك كداب، فمتيني؟ كل شي كي نودك يدردك كييركز كيبرده ويجو غير اللي بغينا نقلسو من وراء التليفونات ومتقونا نتلقوا أحكام، ما كل شي كيشطح لجينا نشوفو خليني قعك نبرده ويجونا نبدلو فعلا على كلاس وديك نخبار، ما صار فيها راكا تشطحكا تشطح، بينما عندنا شي حاجة أخرى يا رأي، ما كنا مكين لازواج وما كينتشي حاجة بناتنا علاقة صداقة، واحد علاقة اللي نقية، علش كنقولك نقية؟ لأننا لم يكن لازواج ونفقوش بعضياتنا، والسبب هو أن الناس كنظروا بزاف السوشيال ميديا، ومجتمعنا العربي عامة، فش كيشوف بنت ووالد مع بعضياته مرحة، ما عندناش صداقة بين جنسين مختلفين، خاصة ضرورية ما يكون دري مع دري، ولا بنت مع بنت، فهذا ما كان، أنا سوفي، الملاهي الليل يرى مش يزعمها شي حاجة خيبة، كتلقى بناس، كتلقى بش خاصية ليا مهمة، كتدد كونيسانس، حاجات زوائنا زعمها، حاجات الخيبين، في السور كين حاجات خيبين، ما يمكنش رضطه الشمس بالغربال، كتتعرض لمضايقات، ما يخصك تكون تيدي جا تلوديتي على هذا الشيء بحل التحرش، بحل مضايقة بالكلام، بزاف كين بزاف الحوايج، رضاة الفعل دي لي ما نقدمش عليك، غادي تتحاول، كي نقوله، تسل الزغبة من العجينة، تسل الشوكة بالدم، صافي، ذاك ش عادي، خاصك تكون بروفيسيوني في التعامل ديالك، لأن حتى الناس اللي يخدام عندهم ما يغيبوكش تكون أغريسيف ولا، ما يمكنش، أنا شاركت وكنت الدسمن لواحد اللوحكة صحية، اللي كانت صعيبة بزاف يلي عدت لانسحاب دياللي، ما يمكنش مي ما عرفتش، ما عرفتش بصقيا نفكر، نقدر، نقدر كنت شاركت في العرب أيضل، ما عرفتش مي ما نقدر نشارك، مهي 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 وهذا، هذا شوفها، القديه ديالشكل، انطلاقا مني وانطلاقا من تجاري بزاف ديالة الناس أنا شوفي كل أعلى قد حاله ما الشكل كنا كنا نشوفه وكن نعتقده أنهم المفروض غير يعاون جميع الناس اللي هما مقبولين في شكلهم كوني على يقين أن السدبيات اللي جاتهم أكثر من الإيجابية تخصوها في هذا المجال الحقيقة مرق ولكن هذا ما كان يعني كيف ما قلت لك بحل الملحة اللي راه مصرح كتغني فيه نفس المضايقات غتجيك من الملحة تقدر تجيك من بزافة البلايس شوفي بالنسبة للعائلة ديالي كانوا مخلل لي الحرية التامة فاشنو غادي نكون كالأهم عندي هو نقرأ باش حتيرة غدرت نعرف على شك نهضار تكون عندي واحد الوزن كون أعلى دراية باشنو تندير أبخي عندي حرية الاختيار فاش مبغيت نقدر نزوج بفنانة أكيد اللي أنا شوفي جل الفنانات وجل الراقصات اللي عرفت ليس كل كتشفت عليهم كل احترام كيخدمو كأدي وخدمتهم تيمشيوا في حالاتهم صافي أخلاق تبارك الله ما نضروش عليهم من بينسيوا وشحال منهم تبارك الله رأى رجال أعمال وسياسيين وشخصيات عظيمة في تاريخ تزوجوا بفنانات وكانوا حاضرين في أهم المراحل التاريخية ديال بزااب ديال الحوائج لا يمكنني أن نقرأ هو عروض تمتيل جوني في حقيقة تلعتدي العروض قبلت واحد، الأول كان واحد السيد بلية شي سيرياز بلية شوية فيها وها أنا كان بغير المسائيل تكون كلير الثاني مصري مغريبي مع الفنان سعيد مصري طلعت زكريا كانت مرور خفيفة، كانت جيدة جدا لقد أخذتك مرور خفيفة، أخذتك مرور خفيفة كان لدي أحد العرض مع مكسيكي في فرنسا كانت تعرض لي دور ما لدي اللغة الفرنسية ركيكة جدا مبازي على الإنجليش بزاف كانت غلقة صعوبة من الأحسن أنني تجنب شو تعال نشوف شلوكي إن شاء الله أريد الله يسامحني لأن أديت نفسي وواي طيبة قلبي يدتني تعبتك يا روحي وياي أنا بحظي غلطان لعبت بحالي لغبان شنت بالناس فهمان مشيت بني طيبان صاحبت الوفي وخان غدر بي الأحبان غدر بي الأحبان